مقاييس السلام ويجب أن يعني تعرف كيف تقيسها وتستمر في قياسها مسألة الثانية هو انتبه للمغريات الناس يثيرونك طول الوقت وجرجرونك في بندولات ومعرف شيء واحد منزعج نفسيا إيه هو يحط عليك كذا واحد يقعد يحاول يثبت يطلعك غلطان ولا يطلع فكرك ولا منهجك نوتامتيشن ما في شيء مغري كيفك أنت يمشي في حياتك وخلى هو يمشي في حياتك اللي ملاحقك طول الوقت ويثبت أنك أنت غلطان معناه شيء واحد هو مشلاقي طريقة هو يعتقد أنك أنت الطريقة الصحيح بس هو حتى الآن في الداخل مش مختنع أنا دائما أتعامل مع المعارضين اللي متابعيني بهذه الطريقة أعتقد أنهم ضايعين مشلاقين طريقهم ويبوني أن أنا أعطيهم هذا الاهتمام ودليهم الطريق وأنا بصراح ما أتفاعل بالطريقة السلبية ما أتفاعل ونوتامتيشن ويعني أرفض قضية الإغراء أن يغرونك في الدخول في بندول ولا في جدال مسألة الثالثة فوركيت انفرقيف يعني معناه أنسى واغفر وامش اسلك صفحة وكذا انتبه إلى أنك أنت عندما تغفر مو بالضرورة تغفر لهو أنت تغفر لنفسك عشان تنام عشان ترتاح لما تحط راسك على المخدة كذا خلاص أنت غافل ومسامح صفحة خلاص اللي وراه فوركيت اند فوركيف والمسألة الأخيرة بسط وقلل إذا شيء أزعجك قلل منه أنزل من قيمته أو سيمبليفاي يعني بسط بسط المسائل قدر المستطاع إذا استطعت أن تحترف هذه المسألة أنت تحافظ على السلام الداخلي لما يصدد شيء مع سلامك الداخلي يقول سلامي الداخلي أو لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر